ياهلا وغلا على احلى متابعاتي ربو كلكوا تكونوا بخير اعملكم ميكوب تاتوريا للنهاردة سريع وحلو وكده اول حاجة انا رتبت وشي بكولوجين سيروم وبعدين هحطوا كونسيلر دمكت الدركتين الكونسيلر دي العجلة بتاعت كيرولان دمكت الدرجة الفتحة قوي والدرجة المتوسطة برسم بيها كده بشكل عشوائي يعني بحدد تحت حواجبي واستخدمت الدرجة الغمئة على المشاكل على شكل لون الاشدو بعد ما بحطوهم كويس كده بدبجهم مع بعض وبعدين بجيب البلد دي من ال اي جيرل لسه نزلة فيها درجات الترابيات والبنيات البلد حلوة جدا ودمجها ممتاز 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 اخترت درجة فتحة هوريها لك دلوقتي هحطها على الجيفن كله زي ما انت شايفين هي في البلد فتحة قوي بس درجة الكونسيلر ما بيناها اكتر يعني درجة الكونسيلر الغمئ زهرتها اكتر بحطها على جيفن كله عايز اقول لكم ان البلد دمجها ممتاز والوانها حلوة قوي وتمشي معاكي نهار وليل انا بصراحة كنت اللوق ده عاملة الصبح بدري جدا فعايز ايقوم معي طول اليوم ويبقى مناسب للنهار و بالليل فدايما بنروح للسيف سايد يعني الالوان الورنج والترابيات اه جبت الدرجة دي اورنج شوية هحطها في اخر العين و هسحبها و همدها على الكيس اه لجوه شوية مش هدمينها على العين كلها وبعدين عدا فكر وبعدين هعمل العين التانية زيها بالزبط فيه ناس بتعمل العين لوحدها تخلصها وتعمل العين التانية انا بصراحة بحب اشتغل العين تاني في نفس الوقت علشان اشوف درجة اللون هنا و هنا تكون مضبوطة بالزبط المهم شفتو لقيت دي اتقل شوية من دي فقلتها ازبطها انا بطلع لبرا كده ناحية النوز العظمة علشان فيما بعد و انا بعمل كنتورنج النوز بتزغرها لي شوية هجيب درجة بني كده هي بني بس فيها اندرتون موف كده بس هي حلوة الغمقة يعني مش غمقة قوي و في نفس الوقت بتدي الدفء بتاع اللون البني فهدماجها بس على الكريس الفرش اللي انا بستخدمها من مورفي بتاع الطقم العين و بعدين جبت الفرشة دي من كيلولان و خدت بيها هي مفلات شوية مقططة جبت بيها اللون فاتح و بمده قدام و تحت الحاجب علشان انا اضف بيه و في نفس الوقت افتح شوية النوز من قدام العين علشان الحركة دي بتبرز العين اكتر بيتخلي العين تبقى اوسعة و بعد كده اكتر حاجة بحبها في حياتي الموش بحط عليها اللزق و بستنى اقل من دقيقة و بلزق على طول اللزق من اردال و الرموش دي كنت جايبها ببلدة رموش كده من اوريجينال ميكا هبقى اعمل لها منشان المهم منلزق الرموش كويس نتأكد انها سبتة و بعدين بنكبسها مع بعض و بعدين جبت قلم اسود من رمال القلم دي معها خطير و عناي على فكرة دمعت بعدها بس ما نزلش خالص يعني خطير خطير بحبه قوي سواده حلو جدا و كمان سباته حلو جدا و بعدين جبت لون اورنج كده تحت عيني اورنج صريح الواحد يعني بحس ان هو بيدي نظرة حلوة كده للعين و بيبقى بيس حلوة قوي للانشاد واللي بعد اين كان بقى اللون اين بما ان احنا بنحط الوان تربيوت فالورنج ده اساس غانى يعني بس و بدهت يا معا انا شخص يعشق الدمج انا بحب دمج الالوان جدا جدا فطلعتوا على فوق كده و دمجتم الطرف على فكرة هو اول لون يعطبها رحط نقره منان بس و جبت لونبوني غامق حطيته تحت العين علشان ادفي برضو منطقة تحت العين زي ما انت شايفين انا بحاول اقدم اقدر اقدمجهم مع بعض وشوف العينتين شاوها بعض ولا لا وبعدين خط المسكرة الخطيرة دي من هودا بيوتي بس بطب طب كده من تحت عشان نلزقهم مع بعض كان مفروض احط مسكرة خفيفة على رموشي من فوق بس مش مشكلة يعني اعملت نقطة تحت لما تعملوا حاجة زي دي اوه وتشيلوها بتسيبوها لحد ما تنشف وبعدين بتشيلوها عادي بكيوتاب وبعدين جبت الفرشة الجميلة دي من مورفي بس اللي رحت بيه حواجبي واستخدمت جيل اه ال اي جرل اه حلو جدا وقرايب جدا من انستازيا اه حددت بيه حواجبي بس للاسف البرتشن بتاع رسمة الحاجب طار فاسامحوني هعمل له التوتورلال لوحده بعد كده بس رحل حواجب عادي وبس حطت كمان مسكرة بس مش عارفة برضو رحت مع الصور اللي رحت مع فيديوهات اللي رحت المهم بس رحها كده بحاول اثبوتها وبعدين بجيب كوريكتر اورنج من ال اي جرل بحب قوي كوريكتر ده اه فايدته ايه انه بيخلي المناطق الغمقه متقلبش معكي رماضي لما تحطي اي لون فاتح على رشك اه بطبطب بايدي بحب برضو قدنك بايدي ساعات اه ليه تكنيك كده معين اه بيبقى حلو وبيخلي ثابت كده يعني بيدخل في المسابق وبعدين هجيب هايلايتر انا مش فاكرة اسمي البراند بصراحة بس هو حلو اه هو براند مصري هبقى اقولكو على اسمه ان شاء الله وبعدين جبت المرتب بتاع ماك اللي بيدي دوي لوك الاستروب بتاع ماك ده جماعة بيدي لمع للوش كده بيخليها صحية بصوا ازاي وده مكتوب دي كمان مدى مكتوش بفرشة مع الهايلايتر اه ميدي لوش كده لما صحية حلوة جدا وبعدين جبت الكونسيرر الخطير الرهيب ده من جو فياس بلايس اه درجته كده مسفرة شوية واة الدرجة دي بتخبي دايما الهالات والاممممش عارفة للمقطع تعادتاني و بس مش مشكلة هي بتخبي الهالات وبتخبي غمقان اللي في البشرة بس ضروري تعمله تحتها بالكري Komito reader لو عندكم اماكن غمقة عشان برضو ما يقلبش معيكم بعدين بجيب الفاونديشن ده من اوفيس انا اول مرة استخدمه هكتب لكم الدرجة بتاعته الفاونديشن روعة بجد 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 عجبني بس رجوه كويس جدا اول مرة استخدمه بس عجبني عجبني قوي بجد حطيته برا كده واخدت على بصباي حطيت على وشي وكان معلق شوية في الاول بصراحة بس تمام وجبت البروش دي من ريد سيكنيك وجمكت الفاونديشن زي ما نشاهدون كده مع الكونسيلر مع الجبهة تحت العين كل مكان اهم حاجة اتأكد ان الاماكنة الصغيرة ده استيك فاونديشن من كارولان لونو براون انا بستخدمه كونتور ومن الحاجات اللي بحبها جدا كسبات وقدرجة كونتور وكمان جبت الكونسيلر ده منتوفيزد بونبسوي بناور الاماكن اللي انا عايزها تبرز تحتها او فوقها يعني حولين الشفايف بيخلي الشفايف بتطلع لبرر كده شوية بشكلها زنيف وتحت العين بيناور تحت العين وبيديدي الحركة اللي بتحت العين هناك دي بتيدي سحفة للعين حلوة انا بحبها وبعدين بدمج ببروش من الويل تيكيك كمان انا بحب الفرش بتاع تيكيك اوي كده بدمجهم كده في الخفيف جماعة في الكونسيلر بتاعته فيسد ده فعلا من احلى الكونسيلرز اللي انا استخدمتها هو جوفيز بجد رائع قوامه رائع وصباته رائع رائع بيخلي البشرة كده فلتر تمام بدمج كله مع بعضه علشان ما بحبش الوش يبقى مخطط وبعدين جبت الوز باودر دي من دورس انا عجبني البيجمنتيشن وعجبني الخامة بتاع الدورس بس هي مشكلتهم الوحيدة في العلبة نفسها الباكتجينج بتاعتها نهاية مش مخرمة فبديكي يعني تاخلي ممكن تاخلي لو انتي مش بوفيشنل تاخلي برودكت كتير وطبعا زي ما انتو شايفين ما يهمضيش عين غير لما غرق نفسي باللوز باودر فبعد كده بسيبها شوية بعمل بيكينج وبعدين بانضفه وبحدد زوية الاشادو كويس بمشي على وشي كله ببواقيها مش بتقل خالص في كل البشرة انا بشرتي دهنية الناس بشرطة جفة همتع باشي حركة دي بشكل كبير لان هي بتنشف البشرة شوية وبعدين بجيب البلاشر ده من وبجيب الباودر دي اللي لونها برونز من كيلولان هحاول اكتبلك كل الدرجات بس الباودر دي عموما درجة دي مش بتنزل مصر بس ديها بديل المهمة بحدد بيها التنتورينج اللي أنا عملته وبس بجيب الفيكس بلس برشه قبل ما احطي الهايلايتر علشان يبريز لي لون الهايلايتر انتو زي ما تشاكين كده والبشرة بقى اديوه ازاي علشان اللي احنا حطينه تحتها البيز الستروب مع الهايلايتر وبعد كده بحوي ما نشف البشرة وبحط هايلايتر البلد دي جديدة نازلة من لأي جيرل وفيها درجات حلوة قوي بدمجهم مع بعضهم وبعدين بحط على على الشيك بيرز وعلى عضمة الموز وعلى الدق بيدي كيوتنس كده وبعدين بعمل حركة بدا ضريفة بحط نحية الحواجب وبمشيها كده ايه فوق حاجبي علشان تبدي كده بروز الحواجب بدا شكله حلو خلص ما وبعدين جبت الروج ده من فانتي بيوتي هاكتب لكو درفته انا بحبه اوي 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 من الروجات فعلا فعلا حلوة وحفيفة عالقشوة بشكل مجتمع وبعدين بسيبه ينجف وبحط معاه روج تاني من ميبلين هكتب لكو درفته كمان وبعدين يجبني امبي يعني ايه امبي تحديد للشفيف بدمج الالوان بس بطريقة تخلي اشوفت دالي اكبر بزيجة بتنفخها شوية وكده اللوج خلص اتمنى يا ربي يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بالشرح واتمنى ان اشوف تفاعلكم بيه هتزوش لايك وشير وسبسكرايب وتابعوني على انستجرام يوتيوب وفيسبوك على مانو ميكوب أورتس واتمنى تكونوا تبصدتوا بيه وحجبكم استاني ارأيكم باي باي